أكدت مصر حرصها على تطوير العلاقات المشتركة مع الكويت في جميع المجالات والدفع بها إلى أفاق أرحب وأوسع بما يرقى إلى العلاقات الأخوية والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ أن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيتوجه غدا إلى الكويت ليترأس وفد بلاده في أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة العليا الكويتية المصرية المشتركة فيما طلقت اليوم أعمال الاجتماع التحضيري للجنة ومن المقرر أن تشهد أعمال اللجنة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين إضافة إلى تعزيز التشاور وتنسيق المواقف في مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك